في عزلة عن العالم يعيش الناس في الجوف في تحدي صارخ للحياة لا كهرباء كما يجب ولا اتصالات أو تواصل لكنهم يصنعون العيد صديقاً وأخاً من أوجاعهم ويفتشون عنه وسط ظروف الحياة الصعبة في الجوف العيد ليس كما كان العيد بنكهة أخرى هي نكهة المعاناة انقطع الاتصالات انقطع وسائل الحياة الغلاء الفاحش الذي نعانيه في أسعار احتياجات العيد الذي هي مثني على ما كانت في السابق كانت فرحة العيد تكمن في بساطة تكاليفه وحميميته قبل سنوات يقول الناس هنا لكنه صار مختلفاً تماماً بتكاليفه والتزاماته الباهظة التي لا يقوى الكثير من المواطنين على تحملها في ظل احتياجات العيد التي يجب شراؤها من السوق المشتعلة بغلاء الأسعار لكي تشعرهم بمناسبة العيد أو هكذا اقتضت الحاجة في زمن الحرب أهلكون أهل المعارض وأهلكون أهل البدلات وأهلكون الخياطين وأهلا ما أحد يرحمنا لا يرحمهم يعني ما يكفي إلا معك أربعة جهال يشتيلهم مئة ألف ومئة عشرين ألف ثلاثة جهال يعني الثوب حق الجهال بيطلع بثمانية ألف وحق البنت الصغيرة بأتد شبالها عشرين ألف أغلى أغلى نار نار لم يعد استقبال العيد أو توديعه كمكان فالكثير من منغصات الحرب صادرت الفرح لكن المواطنين يصنعون البهجة رغم أحزانهم الكثيرة ومتاعب الحصول على أبسط أساسيات العيش كل هذا في ظل غياب الدولة التي لا تتلمس هموم المواطن أو تهتم لشؤونه ولو من خلال مشاريع وخدمات تعني المواطن أولا وتعيد ثقته بالدولة التي طالما تمنى حضوره الفعلي في حياته عن الجلادي قناة بلقيس الجو ترجمة نانسي قنقر